قرأتنا التالية في عالم مليء بالتحديات يتألق النشاط الاجتماعي كنجم لامع يضيء طريق الأمل والتغيير جانب حيوي وملهم يحفز الناس على المشاركة والإسهام من أجل إحداث فرق إيجابي وظيفتنا تألقت فأبدعت في هذا الجانب حتى حصدت مئات آلاف المشاهدات والإعجاب نتابع أجواء الحير أجواء العطاء شكر منصول لمتطوعين هلال الأحمر الإماراتي من مركز البيت في مدينة حتى كما نرى متطوعين أجواء الصيام أجواء السعادة أستاذ خالد البدواوي مشرف المجموعة في حتى وأيضا وجود مسعيد الله يحافظها وأستاذ سالم مفتاح ومجموعة من المتطوعين يولزعون كشف الصيام على مرتدي طريق في المدينة الجميلة هنا في مدينة حتى والشكر منصول للقيادة العامة لشرطة إدبي اشتركوا في القناة نرحب بضيفتنا في الستوديو زينب حسن ناشطة اجتماعية اماراتية والمعروفة بأم سعيد يا مرحبا بك ويسعد صباحك كيف أصبحت اليوم طميني والأجواء جميلة وكل شي حلو خبريني أم سعيد كيف بديتي رحلتش في النشاط الاجتماعي خبريني عن قصتش وليش اخترتي النشاط الاجتماعي على وجه التحديد أنا من 2011 من الطبعة تطوعي ويا الهلال الأحمر ويا تلمية المجتمع ويا سفراء الأمل تطوعت من 2011 لغاية هذا التطوعي في 2017 فتحت حساب على الاستقرام دامني أنا أحضر الفعاليات وها بحثة صورت صورة بتلفوني بدلت لحد صورني وأنا مسكة قلنا خليفة حتيس الصورة في الاستقرام 2000 متابع في يوم واحد ماشا الله حطيت تع بعدي فيديوهات ورا بعد ورا بعد ورا بعد كل يوم المتابعين يزيدوا 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 الحمد لله الحين حالياً أم سعيد ما اللي عندهم متابعين أنا عندي مشاهدات من ملاينا يعني في عشرين رمضان نزلت على الشارع بنفس الفيديو هذا مع الهلال الأحمر صدفة قصتهم ازقروا عليه أم سعيد تعالي نزل أوزع على سيارة مع أخواننا الهنوت ووصل الفيديو عشرة مليون متابع كل يوم مليون كل يوم مليون الحمد لله رب العالمين ماشا الله وهذا اللي خلاني أنا ما عسب الشهرة أنا يوم حطيت على الإستقرام عشان أغبتي عشان التطوع ونادخلت ناس كتير في التطوع على فكرة إذن أنت يعني كنت قدوة لمن هم مثلاً حابين أن يدخلون في مسلك النشاط الاجتماعي كانوا يتصلوا فيني وكيف نتطوع المسعد وكان عدنا حريم يعني في ناس نساء ما كانوا يحب التطوع طبعاً ويطلعوا قضي يطلعوا ويسبب المسعد في كل مكان قدت أروح أشيل هاي وهاي وهي حتى الأجيال محمد لله ماشا الله يعني كلهم يتابعوني أنا ما يتابعوني كبار أنا يتابعوني حتى الصغار زين شو الإحساس اللي حسيت فيه يوم لاقيت هذا القبول والصدى الواسع والإيجابي على مواقع التواصل وهل كنت متوقعة هذا الشيء؟ أنا كنت متوقعة لأن أنا كاليه شعبية قبل ما أطلع أطلع كاليه شعبية كان الناس يحبوني لما أحضر فعاليات أحضر أغطي أسوي يعني كان يحبوني الناس بس ما توقعت أن أنا بقع بطريقة بالصراحة يعني توقعت هذه واحدة من حال الناس يعني حال أي مشهورة هذه يعني ما في شيء زين كيف يعني قررتي أن يكون عندك مسلك النشاط الاجتماعي؟ يعني أنت قررتي تفتحين حساب في السوشال ميديا خاص فقط في النشاط الاجتماعي خبرين عن الأوجه المتعددة للنشاط الاجتماعي اليوم في المجتمع الإماراتي شوفي أنا يوم فتحت الحساب كتبت أول كلمة أم سعيد منطوع علي الله سلمة للوطن هاي كلمتي وأنا ما حدي يعرفت كلمة زينب زينب إلا الحين بس حاليا في سبوك كتب زينب على الإستغرام أنا ما حطيت زينب أنا حطيت أم سعيد والحمد لله يعني دربت خطوط من أبضا بيالشار قالوا من القوة للإمارات السابعة كذا أم سعيد لهذا أصمار وأنه عم فيت يوم سعيد الحمد لله يعني أنا تلعي أقيال من وراي يعني فيه أقيال تلعي من وراه أم سعيد الحمد لله يا رب هذا شرف لي أنا الله يكثر من أمثالك إن شاء الله يا رب خبرين أم سعيد اليوم للنساء اللي حابين يحذون حذوة اليوم في مسلك النشاط الاجتماعي شو الخطوات من وين يبدون شو يسوون أنا الحين أنا يوم دخلت أنا أول ما دخلت في الإستقرام تبعت ريال كان يمطوع شفتوا شو يسوي تعلمت منه الحين أنا لما أدخل أنت تدخل حسابي أهم شيء المحتوى يكون إيجابي ما بسلبي محتوى يكون إيجابي المحتوى يكون عن الدولة شو تطلع عن دولتش الإمارات غنية على التعريف بس ومسعيد العالم كنت تتبحها لما أنا كنت في إستقرامي بالملايين يتابعوا مسعيد مشاهدات العالم كيف تشوفوا مسعيد حطي شيء إيجابي على دولتش صحيح كلمي على الدولة لا تحطي أشياء تفهى أنا يوم أتابع أتابع الأشياء اللي خليش تستانسي عندنا أحب أتابع حسابك وأحسابي الثاني وأحسابي الثالث أحب أتابعهم صح ولا لا صحيح بس الشيء الإيجابي هو اللي خلي ونتعلم من بعض كل واحدة نتعلم من الثانية إن زين حابة بعد أعرف منك للأطفال يمكن والشباب اللي هم في مقتبل العمر كيف نحن نقدر نعزز عندهم هذا الجانب جانب المشاركة والتطوع في عدة نشاطات اجتماعية لأنهم هذا مجال جداً واسع ولح عدة أوجه في الدولة فكيف نحن ممكن نغرس فيهم هالشيء ونعزز فيهم يعني لو بيشوف حسابك أنتي وأنا بسير وبشوفه فلانا ولما تكون هاي حرمة كبيرة في حشمتها وكرمتها وتتصور وتغطي وهذا كتير البنت تتعلم مني أنا أنا ياتني بنيا اسمها سارة عمرت نشر سنة قالتلي خلوم مسعي قلتلي هل حبيتك سارة قلتلي أنا تعلم تمنك التطوع أنا تعلم إذن أنت تشوفين أن لمواقع التواصل الاجتماعي أثر جداً كبير في التأثير على هذه الفئة من الشباب والنشأ في غرس يمكن القيم والعادات والتقاليم وبعد اللحظة ما شاء الله كل بيت من الأطفال من ست سنوات لفوق كلهم الطبعين ما شاء الله صحيح ما شاء الله آخر شيء حابة أسألتك عنه اليوم شو هو رسالتك أو شو هي رسالتك اللي حابة أنتش هتوصلينها من خلال حسابتش والله رسالتي أنا أدامي ومسعيد أقدر روح وأي واسير بعدي 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 بطلع فوق إن شاء الله وهذا دين عالم مسعيد دين للدولة دين لبلادي ما قصروا فينا كنا نقفوا يشيخنا شوفي ترى ترى توقع التواصل الاجتماعي ترى هذا ما بحرب أني كنتي هذا موقع التواصل الاجتماعي ضد الحرب لما يشوفي محتويش أنت ومحتوي يعني محتويانك شيء عن بلدنا شو بيشوف الناس بأقل كلمة وبيقل الأفعال الإيجابية يمكن أن نحدث فرق جدا كبير هنا لما حد يترش في فيديوهات يترش في فيديوهات حق المسعيد يعني عن الإمارات العلم تشوف يستانسوا والله يكثر من أمثالك المسعيد ونحن نشكر تواجدك معنا صراحة اليوم ونشجع كل السيدات على أن يحذون حذوك ويسلكون هذا المسلك اللي هو النشاط الاجتماعي والتطوع والأعمال التطوعية وغيرها الحمد لله ونفس ما قتلتش يسعدنا تواجدك معنا اليوم وغيرها سكرتش